على مدى أربعة أيام فقط استطاعت لجنة إعادة الانتشار المشكلة من قبل الأمم المتحدة بوضع النقطة الخامسة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة استنادا إلى الاتفاق الذي وقع في السويد أواخر العام 2018 خمس نقاط إذن تمت بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الهندي أبهاجيت جوها إثنتان منها شمال المدينة ونقطتان شرقها وأخرى في الجنوب تحتوي كل واحدة من هذه النقاط على ضباط اتصال من القوات الحكومية المشتركة وميليشيا الحوثي ومراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة مهمتهم تهدئة التوتر بين الأطراف في مناطق النزاع والرفع بجميع الانتهاكات إلى مركز العمليات المشترك الذي تم إنشاؤه مؤخرا ما فشل فيه سابقه الجنرالان باتريك كاميرت ومايكل لوليسجارد يحاول الضابط الهندي جوها تحقيقه لكن إلى أي مدى سيصمد هذا الاتفاق وفي أي وقت يحتمل أن ينهار هذا البناء وتعود الحرب مجددا إلى أزقة وشوارع هذه المدينة قوبلت هذه الخطوة بترحيب من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث حيث وصفها بأنها ستعمل على تعزيز التهدئة في مناطق التوتر وإنقاذ الأرواح لكن ليس من شأن هذه النقاط وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة كاملا بل في المدينة فقط فهناك مواجهة مستمرة بين الطرفين في مديريات الدريهمي والتحيطة وحيس والقتال في هذه المديريات الثلاث مرهون بنجاح نقاط المراقبة المنتشرة في المدينة فبعد أسبوعين وبحسب مصادر حكومية سيتم قياس فيما إن كانت التجربة ناجحة في وقف الحرب ليتم توسيعها إلى المديريات الأخرى وحتى ذلك الوقت سيبقى على المواطنين وأبناء الحديدة هناك تحمل المزيد من المخاوف والآلام والعيش وسط الحرب ترجمة نانسي قنقر